وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز الفرق الحكومية المختصة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة لإعادة فتح القطاعات المغلقة وفي مقدمتها المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي إذ سيتم الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيام القليلة المقبلة جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا لخلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تم التطرق فيه إلى موضوع عودة دوام الطلبة في المدارس حيث ذكرت الحكومة أن تقييم الأمور سيتم في ضوء الحالة الوبائية خلال الأسبوع الحال وعليه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وفي اجتماع آخر للجنة التوجيهية لخدمة العلم دعا رئيس الوزراء إلى تطبيق المعايير الخاصة بخدمة العلم ومراعاة الشباب العاملين في سوق العمل غير المنظم من خلال تأجيل الخدمة لكل شاب يستدعى ولديه ما يثبت بأي وسيلة أنه يعمل على أن يقدم جميع هذه الإثباتات للجنة التي شكلتها القوات المسلحة لهذه الغاية وشدد الرزاز على ضرورة البدء بالتحضيرات لدورة خدمة وطن للإناث التي ستكون اختيارية بإشراف مديرية الأمن العام